بسبب المشهد السياسي الأمني القاتم في البلاد تلقى الصحافة البيئية اهتماما خجولا على المستوى المحلي مقارنة ببلدان العالم ومن باب إثراء هذا القطاع عقدت وكالة البيئة السويدية برنامجا تدريبي لمدة أربعة أشهر لطلبة الإعلام اليوم نحن سعداء جدا للبدء في هذه الدورة التي تدور حول البيئة والصحافة البيئية بالتحديد وهذا أمر هام جدا لتمكين الصحفيين في فلاصيل لأخذ خطوات أكثر نشاطا باتجاه القضايا البيئية للتغطي على المدن لأخذ اتجاهات أكثر فعالية في الجوانب البيئية وتطوير بنيتها التحتية لتكون مراعية للبيئة بشكل أكبر فنحن بحاجة إلى أن ننظر على مواهب الشباب من حولنا على أنها فرص نحل المشاكل البيئية تمكنت شبكة وطن الأعلامية من تخصيص مساحة للصحافة البيئية رغم ضعف الإقبال عليها الصحفي المغتص بالشأن البيئي عبد الباصد خلف قدم خلال العرض تجربته في تقنيم برنامج تلفزيوني إلى جانب باقة من التحقيقات الاستقصائية التي جعلت المواطن أكثر إدراكا للخطر المحيط حاولنا نقل جزء من التجربة الشخصية في الصحافة البيئية من أجل إدماجهم وتشجيعهم أن يكونوا في هذا البيت الأخضر كما يسمى تقطنا سريعا التحديات البيئية من المناطق والتجمعات التي يقطنها الطلبة 25 طالبا وطالبة إعلام في الضفة وغزة سيستهدفهم هذا التدريب ليتخصصوا لاحقا بقطاع الصحافة البيئية ويكون لهم الأثر في تأسيس فكر بيئي علمي وتحليلي علاوة على تحريض الجهات ذات العلاقة تحريضا إيجابيا لخلق تغيير على أرض الواقع البرنامج بشتغل باتجاه أنه نؤهل مجموعة من الصحفيين وصحفيات باتجاه الصحافة البيئية كيف بالإمكان أن يستخدموا كل الفنون الصحفية وخاصة الصحافة الاستقصائية من أجل صحافة بيئية تحقق وتسائل وتثقف وتقدم الوعي تجاه كل الأضايا البيئية العمل كصحفي بيئي ليس من السهلات بمكان إذ لا بد أن يتحل الأخير بالعديد من المواصفات التي تفوق تلك المطلوبة من الصحفي العامل في حقول أخرى تغطية الظواهر والأحداث والقضايا الطبيعية تحتاج إلى معرفة أكاديمية وخبرة تحريرية قطة بطبيعتها تساعد في تقديم إطار سياساتي يعني مفيدة بتساعد الحكومة والبلد والدولي وكل مكونات المجتمع أنه كيف يحطوا إطار سياساتي يربط هذه الأشياء مع بعض وكيف تساعدوا أنه يدمجها في خططه الوطنية لأنه بالأساس فلسطين لم تعمل مصار منفصل لخطة التنمية المستدامة دخلتها في الخطط الوطنية التحدي أمامنا بيكون كيف نحقق هاي المنجزات التنموية ضمن خططنا الوطنية وبين هلالين دائما بالتحدي الدائم اللي هو إحنا شعب تحت الاحتلال أصبح الموضوع البيئي مرتبط بقضايا التنمية والاستدامة للموارد وكأنه كل موضوع البيئي هو طريق إجباري بالنسبة لنا فلسطينيا باتجاه التطور والتنمية وأيضا العمل البيئي بشكل عام هو خطوة التحرير باعتبار الموضوع البيئي موضوع سيادي وسياسي ووطني من الالتراز الأول بالإضافة إلى أبعاده الفنية المهمة والقانونية والإدارية بعد أربعة أشهر ستجنى ثمار هذا التدريب ليكون خطوة في طريق ترسيخ الإعلام البيئي لتحويله إلى مسألة تمس جوانب وهم حياة المواطنين اليومية